كشفت دراسة اقتصادية عن تجاوز دول الخليج النسبة المحددة لعدد العمالة الوافدة فيها واحتلت الإمارات المركز الأول وتصدرت قائمة الدول الخليجية بنسبة 80% بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنسبة 63% ذكرت دراسة حديثة أن دول الخليج تجاوزت سقف النسبة المحددة لعدد العمالة الوافدة فيها مؤكدة أن الإمارات تصدرت قائمة الدول الخليجية في هذا الجانب إذ تتجاوز نسبة العمالة الوافدة فيها 80% من إجمال عدد السكان ثم الكويت ب63% تليها عمان ب61% ثم السعودية ب30% إذ يعمل فيها أكثر من 7 ملايين عامل وافد تعقبها قطر والبحرين ب27 و25% على التوالي ويشار إلى أن وزراء العمل الخليجيون قرروا في وقت سابق أن لا تتجاوز نسبة العمالة الوافدة 20% من إجمال عدد السكان ولفتت تقارير حديثة إلى زيادة معدلات نمو السكان في دول مجلس التعاون حيث تعد من أعلى معدلات دول العالم وأربعين بالمئة منهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً في حين وصلت نسبة الأجانب في قطر إلى 88% بعد خطة الدوحة لتنفيذ مشاريع ضخمة استعداداً للمونديال عام 2022 ووفقاً للدراسة فإن قدوم العمالة الوافدة بدأ تزامناً مع النهضة الاقتصادية التي أقبت ظهور الثروة النفطية في دول الخليج في فترة السبعينيات الماضية واحتلت معظم فرص العمل المتوفرة وساعدها في ذلك قلة السكان في الخليج إلى جانب افتقار نسبة كبيرة من السكان إلى المهارات المطلوبة للمشاركة في أعمال ومشاريع التنمية وحذر خبراء من الزيادة الكبيرة في أعداد العمالة التي تقود إلى زيادة في القوى العاملة وبالتالي قد تؤدي إلى تفاقم البطالة الأمر الذي يساهم في زيادة الضغوط على البنى التحتية وعلى الخدمات الحكومية التي لا تنمو بسرعة نمو السكان فيها ترجمة نانسي قنقر